سلام ونعمة المسيح لكل أحبائنا مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة بصلي النهاردة تكون بركات ورحمات الرب المتجددة كل يوم عليكم ومعاكم جميعا وفي وسط بيوتكم وتملأ قلوبكم بحضور ونعمة الرب اليوم حلقة النهاردة بعنوان إلى أين الطريق سؤال مهم لأنه لكل واحد مننا وكل واحد مننا طريق بيمشي فيه اتجاه في الحياة سواء كان الاتجاه ده بوعي أو بغير وعي يعني أنت ماشي في طريق بوعي كامل لخطتك في الحياة ولا لأ عارف اتجاهك رايح فين وجاي منين ولا لأ ولازم النهاردة ركز شوية على نقطة الوعي لأن في كتير من الناس بيعيشوا اليوم بلا وعي لتفاصيل نهاية اليوم ده هتديهم إيه؟ يعني اختياراتك في هذا اليوم أضافت إيه على حياتك وإيه الإطار اللي حياتك فيه؟ يعني مثلا إطار حياتك هو عيلتك هو بيتك هو جوزك هو مراتك هو العيلة الأكبر هو المجتمع وشغلتك إذا كنت تشتغل مثلا عندك دور كبير في الحكومة مثلا دي رسالة مثلا هل هو ده إطار حياتك؟ إيه إطار حياتك بالنسبالك؟ إيه إطار حياتك بالنسبالك؟ إيه الهدف اللي أنت رايحه له؟ هل كل واحد واحدة فينا عايشين بوعي؟ الاحتياجات اليوم اللي حتوصلك للهدف اللي أنت عايز توصله واللي أنت عايزة توصلي له هل تفاصيل يومك عايشها لوحدك؟ ولا عايشها مع إله بيرعاك ويقودك ويعينك على الوصول لهذه الأهداف؟ والأهداف لها ترتيب؟ إيه أهم الأهداف في حياتك؟ في حياتك وفي حياتك؟ أسئلة كتير بتدور حوالين الأمر ده في طريق بنمشي والطريق لازم يوصلك لشيء لكن إذا وقفت في نص الطريق هيحصل إيه؟ خلينا نشوف الوعي لازم نعيش اليوم بالوعي مش زي ما يقول عبد الحليم كده على حسب الريح ما يودي يعني في أي حاجة زي يومنا نصحى حاجة أخدنا كده حاجة أخدنا كده تغير اتجاهنا ما نخلصتش اللي احنا عايزينه ما نقعدش مع ربنا ما نكملش في البحث اللي احنا بنعمله ما نقديش المهمة اللي علينا مهم مهم ان احنا نقدر نبقى عارفين اتجاهات حياتي هتوديني فين؟ هكمل الطريق ولا هقف في النص؟ ده سؤال مهم ما يخص حياتنا الأبدية فيه ناس كتير عندها خطط لقد السنين قادمة لكن ما يخص الحالة الأبدية خارج إطار هذه الاعدادات لحياتهم والاستعدادات في حياتهم والحقيات الموضوع ده يعني أنواع لأنه مثلا المسلمين ليهم طريقة في التفكير في تأديت واجباتهم الدينية والمسيحيين ليهم طريقة معطاة من الله بقى بصورة أخرى وهي العلاقة بالله كيف نسير هذا الطريق مع الله؟ مش احنا بنسيره إلى الله بقى فقط لا احنا بنسيره مع الله بنمشي مع ربنا فحنتكلم على النحيتين بس النهاردة بصراحة أنا يعني الحلقة هتكون مخصصة للكلام على الوصول إلى الله عن طريق المسيح هو ده هدفي في الحلقة دي ففي ناس عندها خطط في حياتها لسنين كتير قادمة زي الدراسة بقى يقولك مثلا عندي خطة للدراسة حدرس كذا وبقى كذا وتخرج من كذا عشان حقق العمل الفلاني والقيمة المادية الفلانية واشتري كذا وتجوز كذا وابقى عندي كذا طفل وإمتى الأطفال خطة خطة مفصلة وما فيش أي مشكلة في أنه يكون عندك خطة مفصلة لكن هذه الخطة أنت بتضعها لنفسك ولا بتضعها تدع الله يضع تفاصيلها لك لما بتكون بتعرف الله الحقيقي خطتك في الحياة بتتغير 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 خالص وما تريد من الحياة بيتغير بالكامل فأرجع تاني لموضوع الخطط والتفاصيل علشان تحقق الخطة اللي في حياتك لازم يكون فيه طريق تمشي عليه ومسألة الوعي بقى هنا تيجي ليكون لها أهمية كبيرة لأنك وعيك لاحتياجاتك الإنسانية والروحية والمادية والاجتماعية أنك تحط ده كله في قالب يوصلك إلى حياة متزنة ومتواصلة مع الله دي محتاجة تخطيط وتختلف من ثقافة الأخرى في الشرق والغرب الأمور دي بتبقى مختلفة من ناحية العملية في الغرب معظم الناس عندهم خطط لحياتهم مهمة وبيمشوا عليها وعندهم نظام وبيمشوا عليها إحنا في الشرق قلويين شوي يعني إيه يعني نعمل حيارتنا نكون قلويين يعني بس إحنا إيه غير منظمين بصراحة يعني إحنا في الشرق بنمشي يعني اللي يمشي أوتيومي واللي أقدر أوصله أغلبية الناس بتمشي من غير خطة والقليلين جدا اللي بينجحوا في حياتهم بيمشوا بخطة بس ده الإنسان العملي الإنسان الروحي لازم يكون عنده حساسية لعلاقته بالله ماشية إزاي بتقود حياته ولا مش بتقود حياته بيعرف الله الحقيقي فعلا ولا لا ففي فرق بين الشرق والغرب في الأمر ده وحتى في الحياة مع الله في فرق بين الشرق والغرب في الأمر ده في الغرب تلاقي الإنسان اللي بيعطي حياته لله بيعطي حياته لله بالكامل يسيب كل حاجة ويمشي وراء المسيح زي ما يقود الله يمشي وما عندهش مانع إنه ينزل مستوياته ومستويات من يعني ويترك الكثير من الأمور العالمية المهمة في حياته ويروح يعمل مثلا ويبقى مرسل في مكان يعيش في غبات عشان يوصل للناس رسالة المسيح الله في حياتك بيغير اتجاهت حياتك بس انت مستعد تغير الحياة دي ولا لا لما يكون عندك هذا هدف لازم تخطط له يعني يكون عندك خطوات توصلك للهدف ده المكان المعين أو الحياة اللي انت بتهدف لإنك تعيشها لنفسك أو مع الله حياتي وحياتك رحلة مليانة باتجاهات كتيرة وأماكن نتوقف فيها لنعيد تقييم الاتجاه النهاردة بصلي إنه يكون حلقة النهاردة وقفة في حياتي أنا كمان وفي حياتك انت وانت وانتو بتسمعوني إنها تكون وقفة لإعادة تقييم اتجاه حياتك الله عمره ما بيبقى عايزنا ما يكونش عندنا أشياء جميلة نستمتع بيها الله مش عايزك تبقى فقير ولا تتعذب ولا تبقى مريض أبدا بالعكس ده المسيح قال كده إنه جئت ليكون لكم حياة وليكون لكم أفضل أفضل في كل شيء على الأرض ومعه من الآن إلى لقاءه فما تفتكرش إنه الحياة مع الله تفقرك ولكنها تغنيك قلبا وقالبا فلازم نعيد تقييم حياتنا مع الله أنت بتقود حياتك ولا الله بيقود حياتك عرفت الله ولا معرفتش الله أنت في أي مكان أنا النهاردة بتكلم مع قاعدة واسعة جدا من الناس مسلمين بيسمعونه ما سمعوش عن المسيح أبدا أنا من خلفية إسلامية كنت مسلمة والآن أنا عايشة مع المسيح ويقود حياتي المسيح ووجدت معاه حياة فيها سلام وراحة ومحبة وإله يقترب مني مش بس أنا اللي بقترب منه ففيه رسالة ليك النهاردة لو كنت أنت شخص من الأشخاص دي الحلقة دي برضو غير عادية بالنسبة لبرنامج المرأة المسلمة لأنه الحقيقة الحلقة دي كلها هتكون كلام في اتجاه التغيير الروحي والتشكيل الروحي اللي بيعملوا فينا المسيح وتغيير اتجاهات حياتك بالكامل إلى اتجاه قلب الله مش هتكلم عن الإسلاميات فيها خالص والحديث حديث مفتوح بيني وبينكم أتمنى أن المتصلين النهاردة يكونوا من المؤمنين مثلا اللي يحبوا يقولوا أن المسيح غير اتجاه حياتي أن المسيح هدفي أن الحياة مع المسيح أعطتني طريق أسير فيه مع إله يهتم بكل تفاصيل حياتي وأدق تفاصيل حياتي سمعوني معجزات الله عملها في حياتكم سمعوا المشاهدين معجزات الله عمالها في حياتكم النهاردة الحلقة دي شهادة لعمل الله في حياتك إذا كملت الطريق وما وقفتش في النص لازم زي ما قلت نعيد تقييم هذه الاتجاهات في وسط الاتجاهات الكتيرة في حياتنا لازم يكون فيه اتجاه أهم وأعلى قيمة عندك وهو اللي بيقود حياتك وخطتك السؤال يا ترى إيه اللي اتجاه ده في حياتك خلينا أمنا مع أنفسنا إيه الاتجاه اللي بيقود حياتك النجاح المادة المركز العيلة الستات الرجالة الأطفال يعني إيه اللي بيقود حياتك أنت عايش لمين أنت عايشة لمين من يقود حياتك بكلم المؤمنين انتبه لأنه أحيانا بند حياتنا للمسيح ونقوله بس معلش يا رب خليني بس أخد بالي من العيلة أكمل الشغلانة هنا أكمل مع عيلتي هنا والله بيقولك أنا مش همنعك يا أبني بس أنا عايز يكون إيدي بإيدك فالاتجاه لازم يكون أنا الأول وأنا وإنت نهتم بأمور حياتك وأنا وإنت نهتم بأمور حياتك فخلينا صرحة مع نفسنا يعني أنا رب بس عايز أعملي قرشين وبعدين بعد كده أحط إيدي في الخدمة مش ممكن يكون كده إيه الاتجاه ده مركز أفضل حياة اجتماعية نجاح أو حتى أكفي احتياجات يومية أم إن اتجاه حياتك يقود يقود طريقك إلى الله ومع الله وفرق كبير الاشتياق إلى معرفة الله والاشتياق إلى معرفة الله بصورة أعمق إن كان الاتجاه ده هو اتجاه حياتك فأنت ماشي مع الله وهتكون في نمو مش مش هتكون في ألم هتكون في ألم عشان الحياة كلها يعني لا يمكن إنه ما يكونش فيها ألم ولكن هناك فرق بين إنك تسير في طريق هذه الحياة وحدك أو مع الله كل واحد وحدة مننا عارفين كده إحنا في قلوبنا إيه فكرت وأنا بحضر الحلقة دي يعني يمكن النهاردة الصبح الفكرة دي جت في ذهني طب هو إيه اللي بيخلي الإنسان عنده كده ارتباط أو اشتياق لمعرفة الله وجاف في ذهني فكرة إحنا في الشرق الدين شيء كبير إحنا مرتبطين بيه دايما عايزين يا إما إحنا خايفين من الله إما خايفين من المجتمع يقول علينا ما إحناش متدينين أو يكفرونا أو وهكذا أو هناك دائما يعني إيه اتحط فينا كده إنه الله موجود فلازم نفكر فيه لكن هذا لا يعني إنه فكري من ناحية الله هو اشتياق لمعرفته ممكن يكون فكري من ناحية الله هو أخوف منه أو فكرة إني طب أنا أعمل الدور العالية إزاي معاه علشان أخلص في النهاية يعني وعرف عيش مش كده خلينا صرحة خلينا صارح نفسك اللحظة دي أنا باعتبر نفسي قعدة مع شخص واحد فيكم أو إنسانة واحدة منكم بتكلم عن حياتي وحياتك في يوم من الأيام لو كنت مسلمة برضو كنت بقول كده أعمل إيه عشان أردي هذا الإله وكمل حياتي عايز أكمل حياتي يعني عارف أن أنا دخل النار دخل النار يعني أقل شوي يعني بلاش بلاش المئات وألاف السنين يمكن تقل شوي يمكن أقدر أعمل حاجة لكن في النهاية مقدرتش أعمل حاجة لأنه لم يكن الله الحقيقي فأنت شاغل قلبك إيه عايز تعرف الله ليه وفكرت إيه اللي بيخلينا نفكر في ده فكنت بفكر إنه ثقافتنا الدينية بتخلينا دائما نفكر في الله لكن ربنا خدني في حتة تانية خالص وأنا بفكر في الفكرة دي يعني إحنا بننشأ في مجتمعات بتفرد علينا صورة معينة لله أو الدين لكن لو خرجت بر هذا الإطار وفكرنا بصورة فردية شخصية هتعرف ليه أنت بتنجذب لمعرفة الله فعلا وأنا مكنتش أعرف الحكاية دي إلا إذا كنت قرية الكتاب المقدس لأنه الله فعلا غير منظوري ليه ليه هو وفهمي لشخصه وفهمي العلاقته بينا فبالتالي تغير فهمي العلاقتي بيه لو سألتي نفسك النهر ده أنت ليه إيه اللي بيخليك عايزة تعرفي ربنا أو ترديه أنا فكرت نفس الحكاية إيه اللي يخلي الإنسان عموما عنده شغف أو شوق إنه أو احتياج إيه لمعرفة الله الصورة الزهنية اللي ربنا وضعها أمامي النهاردة هي صورة آدم الكتاب بيقول كده في سفر التكوين الإصحاح التاني بيقول كده وجبل الرب آدم تراب من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حيا فصار آدم نفسا حيا المشهد ده النهاردة يعني أنا قلت لكم مئات المرات إنه من أحب إصحاحات الكتاب المقدس لقلبي هو الإصحاحات الأولى في سفر التكوين لكن النهاردة لأول مرة أشوف الصورة الخالصة اللي الله بقى بيصنع آدم بينسج آدم وبعدين ينفخ في أنفه نسمة حيا روح الله النفس الله هو اللي فيه كفية فصار آدم نفسا حيا وأنا نفسا حيا لأن الله أراد إنه يكون جزء مننا معطى منه ما كان ممكن يقول قوم يا آدم فيقوم آدم ما بيبقاش فيه نفس حياة الله وضع في نفسه في آدم نفسه عشان يصبح آدم ابنه ويصبح فيه جزء من الله على صورة الله ومثاله وبيقول كده وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في الجنة أخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن وقال الرب لآدم من كل شجر الجنة تأكل أنا يعني اللي عايز يكمل الصورة من فضلكوا ارجعوا اقروا أول إصححات سفر التكوين بص المشهد الله بينسج آدم وبعدين يديله من نفسه وبعدين يشيله زي البابي ويحطه في المكان اللي هو أعده لي ده مفهوم أو صورة الله الأب وده ما كانش الحقيقة يعني لآدم لوحده ده كان لآدم والحوة وده كان أول تلاقي ووعي لآدم لأصله اللي هو أصلي وأصلك كان مع الله نفسه في محضر الله آدم فتح عينيه لأ نفسه في محضر الله أنا عندي إيمان شديد إنه من اللحظة دي اتوضع في قلوبنا جميعا إحنا نسل آدم لمسة من الله نسمة الحياة اللي كانت منه الآدم والحوة دي نسمة الحياة اللي فيه وفيك لمسة الله اللي فيه وفيك فبتذكرنا إنه هذا الإله موجود موجود زي الطفل كده ما يفتح عينيه على أمه وأبوه وفي حضنهم هكذا كانت الخليقة الأولى آدم وحوة اتخلقوا وهم في خضم محبة الله الله محبة نفسه في معرفة في قلبي وقلبك إن الله هو الأصل وإليه نعود اوعى الصورة الزهنية دي تروح من زهنك لأنه في آدم وحوة وفي خلق آدم وحوة كنت أنت وإنت في محضر الله بردو وفي قلب الله بردو وفي فكرة الله بردو من البدء كنا في فكرة الله عشان كده الكتاب بيقول كده في سفر الجامعة بيقول إنه صنع الكل حسنا في وقته وأيضا وضع الأبدية في قلوبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمل والله منذ البداية للنهاية الله وضع الأبدية في قلوبنا معرفة إنه هناك أبدية وإنها متصلة من حضوره هو زي ما قلتلكم حالة النهاردة هي كلها حديث ممتع عن الله أنا مستمتعة إن أنا بتكلم معاكم في الموضوع ده لأنه الحقيقة النهاردة أنا بتكلم عن أبويا اللي غيرني واللي لمسني واللي ملاني واللي شلني واللي تواصل معايا في عز الصعوبات والمخاوف والألام في حياتي وأيضا في عز السقطات والبعد عنه والخروج عن طاعته لم يتركني فتركيز الحلقة النهاردة إن إحنا نتكلم عن الأب اللي منتظرك ومنتظرك النهاردة تغيره الطريقة وتعدله الاتجاه وتكمله الطريق مع الله إنك تقفى وقفة جدية مع نفسك أمام الله أينما كنت لأنه يستحق ولأنه رأى أنك وأنك تستحق محبته فالنهاردة بلاش نخسر الفرصة إننا نكون في محضر سؤالي ليكم النهاردة إلى أين الطريق؟ طريقك رايح لفين؟ وهنا بقى أعني طريقك مع الله أو إلى الله أين أنت من هذا الطريق؟ أين أنت من هذا الطريق؟ ممكن تكون وتكون يعارفة طريقك في الحياة إيه؟ أنا عايز كذا أنا محتاج كذا أنا بسعى لكذا لكن أين هو طريقك؟ وإلى أين طريقك من الله؟ هل ده على يعني على هوامش حياتك؟ كنا زمان وإحنا في المدرسة كده عندنا الكراسة المسطرة وعليها سطرين كبار كده يبقى فيه هوامش عشان تكتب الهوامش بتاعة البحث اللي أنت بتعمله وحاجات زي كده فهل الله على هامش الحياة؟ دي تدهاله ودي تدهاله لكن بقيت الصفحة يمكن ذكر الله في صفحة يومك مرة أو أحيانا لا الحقيقة إنه الله علشان يكون فعال في حياتك لازم تدعوه إنه يكون في الوسط لازم تدعوه إنه يكون معاك إنه يمشيها معاك ولازم تعرف شخصه ولازم تعرف هو مين خلينا نتكلم عن طريقك مع الله أين أنت من هذا الطريق فيه ناس كتير بتتصل بيا من اللي في رحلة بحث عن الله ويعني كتير جدا بسمع منهم إنهم في المنطقة الرمادية The Gray Area دي اللي إيه؟ يعني مثلا الكلمة الشهيرة أنت بتبحث عن الله فأنت دلوقتي واقف في النص يعني لأنت هنا ولأنت هنا بتبحث وبتقرأ وبتعمل مثلا دي مش مشكلة لكن المشكلة عندما تصبح المنطقة الرمادية هي المنطقة المسيطرة على بقية حياتك عندما تصبح المنطقة الرمادية هي المنطقة اللي فيها راحتك لأن ما فيهاش التزامات وما فيهاش تغيير وما فيهاش خوف أنت مش مطالب بحاجة أنت وقعد مع نفسك كيه؟ لكن عندما نخرج من المنطقة الرمادية إلى معرفة الله الحقيقي هتلاقي نفسك مطالب بتغييرات بس هذه المطالبة مش فرد ولكنها استجابة استجابة هذا التغيير يحدث نتيجة الاستجابة لعمل الله في حياتك فلو أنت واقف في المنطقة الرمادية انتظر اسمع لأن دي منطقة خطرة جدا ومنطقة تقودك إلى اتجاه الشيطان مش اتجاه الله أبدا فيه ناس تقولي أنا خرجت من الإسلام أو الإلحاد مثلا وعرفت حقيقة أنه مش ممكن تكون صفات هذا الإله كما يصفها الإسلام رائع أنت عرفت حاجة مهمة جدا عرفت أن الإسلام مش دين حط ده على جمع وأنا كمان بس هتعمل إيه بعد كده؟ إلى أين الطريق؟ ممتاز عرفت دي خطوة كبيرة لكن ماذا بعد؟ هتعمل إيه بعد كده؟ خروجك من الإسلام يعني كتير برضو ناس تكتب لي خرجت من الإسلام كويس أنا مش هدفي أنك تخرج من الإسلام أنا هدفي أنك تعرف الله خرجت من الإسلام لأنه دين شر فعلا لأنه دين يقود الشرير صح ابتعدت عن الشر ولكنك لم تقترب من الله أنت محتاج تقترب من الله المسيح تقابل مع شخص كان فيه شياطين ولما أخرج الشياطين كان بيتكلم مع تلاميذ وقال له إدهم مثل يعني إذا يعني أنه قلب الإنسان لو كان الشيطان ممتلكه فبيضع فيه شر كتير فيجي الله في قلب الإنسان ده ويخرج هذه الشياطين وينظف البيت إذا البيت ما تنظفش بالكامل ووضع فيه أو استقبل فيه محبة الله الكاملة حيبقى فاضي أن الشياطين ترجع له تاني أي نوع بقى من الشياطين سواء كانت شياطين الإسلام أو شياطين الضياع الإلحاد أو النفس فاهم فلا تترك نفسك في منطقة خالية من حضور الله الهدف هو الله الهدف هو البحث عن الله فيه ناس تقول كده أنا أبحث عن الله وخايف أن أنا أتخذ قرار أو أن أنا أحب المسيح أنا خايف من أهلي أو رد فعل مثلا رد فعل زوجتي مراتي المجتمع خطر برضو ما زلت في المنطقة الخطر أنت ما زلت في منتصف الطريق عايز أقول حاجة قبل ما أخذ المكالمة الجاي منتصف الطريق لا يعني وصولك للهدف منتصف الطريق لا يضمن وصولك للهدف وصولك للمنتصف لا يضمن وصولك للنهاية لا يضمن وصولك لخط النهاية إلا إذا كملت المسيرة خليني أخذ المكالمة اللي معايا الأخت فريال أهلا بيك يا فريال اتفضى لي أهلا بيك يا أختي العزيزة أماني وأنا أصلي أنه تكون هاليوم الحلقة سبب بركة أمين لكل من يبحث عن الله الحقيقي أمين يعرفه معرفة شخصية باسم الرب يسوع القدوس أصلي أمين أختي أماني يستحيل الإنسان أن يعرف الله الحقيقي القدوس إلا من خلال معرفته الشخصية للرب يسوع المسيح له كل المجد مهما ما حاول حضرتك ذكرت أنه نقول اختبارنا أنا كنت من خلفية مسيحية متدينة كنت أعرف عن المسيح ولكن لم أكن أعرفه معرفة شخصية أبدا أقوم بكل الأعمال الصالحة وأذهب للكنيسة وغيرها ولكن كنت أشعر بفراء داخلي وأخاف خوف شديد من الموت وأرتعد من الموت لكن نشكر الرب الإله العظيم لما سلمت حياتي بالرب يسوع المسيح وأصبح ربي مخلصي وسيدي فقط أقول باختصار الرب موت في ريال وخلق في ريال إنسانة جديدة هللويا هللويا هذا اللي أقوله أختي أماني وإذا ممكن على قلبي كنت أريد وأنا فرحانة أقوله من خلال برنامشكي الرائع تفضلني لدينا أخ أخ ملحة يدخل معانا في اجتماع دراسة الكتاب أي ونشكر الرب أكثر اللي معانا مشتركين هم من خلفية من الحضيرة الأخرى أشكر الرب عليهم الملحة دخل حتى يستهزئ بإيماننا ويتمسخر ويتحدى إيماننا يا أخة أماني نشكر هذا الرب العظيم صدقيني بعد خمسة أسابيع الرب غيره غيره أصبح المجدل الرب سيحي عقيقي أختي أماني هو شاب جنن ما أقدر أقول مين ولا اسمه على الهوة لكن الرب يحليه أصبح هو يبشر مع أخوانه الآخرين الشباب اللي مثله ويقلم عن كيف الرب صنعه غيره حتى يقول غيرني مش أقول وأصبحته بولس هاللوي نشكر هذا الإله العظيم اللي هو ما يتغير هو الأمس واليوم وإلى الأبد أشكرت أختي أماني والرب يحفظك ويتمجل في خدمتك أصلي يوميا من أجلك شكرا يا فريار استني قبل ما تقفلي على فكرة يا فريار أنا كنت بصلي أنك تتصلي النهاردة وأن الرب يضع على قلبك أنك تشاركي اختبار يعني وديش استجابة من الرب فربنا بريكني باختبارك واختبار الأخ اللي معاكم المسيح فقط هو من يستطيع أن يغير القلب والقالب فأنا سعيدة جدا بمشاركتك وبصلي من أجل كل الإخوة اللي من خلفها إسلامية في وسطكم وأيضا من أجل هذا الأخ المبارك وسلامي ليهم جميعا حبيبتي ربنا يبارككم جميعا رب يباركي أوصر سلامك بإسم يسوع ويحفظك يا رب شكرا حبيبتي ربنا يباركك طيب بشكر رب على هذا الاختبار الرائع وبصلي أنه كمان كثيرين منكم يتصلوا ويشاركوا اختبارات زي كده إحنا يعني في محضر إله يهتم بكل شخص فيكم بصفة شخصية عايزة أقول تاني لو أنت وانت يوقفين في منتصف الطريق فده لا يعني وصولك أو وصولك للهدف ولا يضمن وصولك أو وصولك للهدف خليني أخذ مكالمة تانية الأخ سعيد أهلا بيك أخ سعيد تفضل سلام المسيح معك سلام المسيح مرحبا أخت ساماني كيف حالك مرحبا بيك عزيزي أهلا بيك تفضل شاركنا محبة الرب في حياتك نعم أنا الأخ سعيد اللي تركت الإسلام هذه مدة أهلا بيك يا سعيد بقى لك كم سنة فكرني صار لسنة تقريبا سنة وشوي أوكي أوكي المكدة للرب قل لي قل لي يا سعيد إيه مفترق الطرق كان بالنسبة لك يعني يعني يريدت قل لي الفرق وأنت في طريقك للبحث عن الله إيه العمل فرق وغير حياتك بسرعة أول شيء هو المحبة التي وجدتها في المسيحيين الذين لما كنت في الأول يعني نرجع شوي لما كنت في الإسلام أي لما نتكلم مع المسيحيين ولا واحد يشتمني ولا واحد يقول كلام خيب ولا أي شيء أنت كنت بتقول لهم كلام قام يعني كنت بتقول لهم كلام صعب كنت دائما أقول كلام صعب وكنت ألعنهم حسب ما كان يعلمني الدين في الإسلام ألعنهم وأشتمهم وأفعل شيء كثير ما يتقبل الله من بعد ما تركت الإسلام وقبلت المسيحية تغيرت تغير تفكيري وتغير كل شي أصبحت أحب كل الناس ما بقي عندي في قلبي الحقد ولا البغض ولا أي شيء لأنك لأنك ولدت ولادة جديدة فأصبحت إنسان جديد وده جزء من الطريق اللي بنمشي مع الله ودي نقطة مهمة أنت كشهادة للمسيح اليوم عارف أنك مش سعيد بتاع زمان أنت سعيد ابن المسيح ابن الله شخصية جديدة صحيح؟ نعم وأنا الآن أتلمد يعني أتلمد من طرف شخص مسيحي أيضا مغربي يعلم من الكتاب المقدس وكل شيء يعني أتلمد على يديه مجد للرب الأخوة المؤمنين اللي كانوا صورة للمسيح في حياتك واللي يسيروا معاك الطريق وانت ماشي الطريق مع الله هو ده بقى الحياة مع الله اللي في صحبة الأخوة وصحبة الله يعني حياليها ثمر بشكر الرب من أجلك وشكرا على مشاركتك نعم نعم شكرا لك وأتمنى أنك تعملي حلقة أعمل حلقة تانية معك نعم حلقة هناك فتاة مسيحية اليوم قتلت في نيجيريا على يد مسلمين آه في فين في نيجيريا في في الجزائر في الجزائر لا مش في نيجيريا أنا لا أعرف القصة ولكن أصلي أنه حتى في موتها تكون شهادة ليك أرجع تاني لفكرة أنت وأنت وقفين في وسط الطريق ولا لا والطريق ده هوصلك لفين الحياة اتجاهين بالنسبة لي وأعتقد أنها أيضا بالنسبة لله اتجاهين إما طريق يقودك إليه مباشرة أو طريق يقودك للهلاك الرب كان بيكلم شعبه وكان بيقولهم كده أنا وضعت أمامكم طريق الحياة وطريق الموت اختار الحياة من فضلك اختار الحياة ولكن أما يقول اختار الحياة هو بيدي لك اختيار الكاثرين من بيختاروا الطريق الآخر الصورة اللي أنا بشوفها أنه الطريق خط في النص انت واقف فيه ممكن أو يترجع لورا وممكن أو يتطلع لقدام طريق الحياة هو الطريق الذي يقودك ليه الله اللي انت ممكن تبتديه وفي نصه تقف وتقوله رب أنا قبلتك أنا عايزك أنا عايزة عرفك أنا عايزة تمشي معايا فيبقى ايدك في ايده يقودك في المسيرة الى الابدية معاه فعلشان كده يجب انك تتأكد انك ماشي متحرك ستصل للهدف اما بقى الرأس على السلالم ده فده يترك لمن ليس لهم اهداف واضحة احنا في مصر يقولك ايه الرأس على السلم للي فوق شافوه وللي تحت نظروه يعني انت لا رأسك ملوش اصلا اهداف يعني ملوش ملوش فائدة فلا تدع حياتك تكون بلا فائدة ولكن خلي حياتك بمعرفة الله وغنى الله في حياتك يكون لي اثر وثمر زي ما سعيد حكالنا على الاخ المؤمن اللي بيتلمزه المسيحي المؤمن اللي بيتلمزه ده المغربي اكيد عابر برضو حشان المغرب ما كانش فيها مسيحيين اوكي وهو ايضا ثمر عابرين اخرين نفسك يكون ليك السمر ده اعرف المسيح طيب خليني اخد مكالمة اخرى الاخ عمر اهلا بيك اخ عمر اتفضل اهلا وسهلا يا اختي الاماني مرحب مدة طويلة اهلا 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 بيك اخ عمر اتفضل اه شراحة يعني لقد مضت يعني اكثر من عشرين الانسانة لما امنت ولكن تدري ان احنا الان في هذا الوقت الناس يعني الجيل جديد صار افضل من القبل لان الناس يتغير الناس يعني لم يعد كما كانوا يعني الانسان يخاف انه يكون معاه مثلا الانجيل ايو وكان هناك كان هناك بدايات للطهاد لكن مع مرور نحن الان سنة 2022 الان الكل يعني كما نقول بالمغرب يعني الناس استيقظوا من من الخوف استيقظوا نعم بتقول استيقظوا من الخوف يا لان هم كانوا اعذائنا كانوا يربون على الخوف وكانوا يعني نعم ف لهذا يعني نشكر الرب لان الان يعني الجن الجديد هم من كما اقول هم من يريدون التغيير ومن يريدون يعني يعني عندهم مشكلة ان مثلا انا راح اتكلم عن المسيح وعن تعليم المسيح يعني الناس الشباب الان هم يعني بدأوا يرحبون هذا الايمان بالايمان بالحديث عن الله بصورة مفتوحة وده بقى التغيير اللي انا كنت بقول عليه ما تقفش وتقول انا خايف على اهلي خايف من اهلي خايف على مراتي خايف اخسر حياتي هناك الكثيرين خسروا حاجات كتيرة لكن النهاردة احنا بنقف ونقول من اجل المسيح كل ده نحسبه نفاية زي ما قال بولس الرسول انا عايزة وانت معايا يا عمر انت اتكلمت عن الخوف نقطة مهم ما يمكن ما قدرش اوصل لها لان انا حاب ان انا اخد مكالمات كتيرة النهاردة هي نقطة الخوف وارتباط الخوف بالتوبة او البحث عن الله الخوف لا يوصل لتوبة ولا يوصل لتغيير ولكن يوصل الى يعني يوصلك الى باندج مش عارف يعني ايه باندج بالعربي حد يساعدني الى قيود 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 الخوف يوصل الى قيود ولكن التوبة الحقيقية ومعرفة الله تعطي تغيير حقيقي لانها تعيدك الى محبة الله فرق كبير فانا انا عايزة كمان يعني اشهد ليه شهدتك اللي انت بتقولها دي احنا شايفين انه شباب المغرب بيشهاده عن المسيح بمنتهى القوة وانا سعيدة جدا وبيبهجه قلبي جدا هذا موجود يا اخت اماني في في اليحنى الاولى اربعة سابعة لما يقول بان اللي يحب فهو من الله لان لما يحبش فهو مش من الله لان الله محبه نعم لازم يحب بعضهم بعض هذا هو المبدأ هاللويا اهلا بيك يا عمر في اي وقت وما تغيبش علينا في الاتصال وسلامي ومحبتي لكل اخواتنا هاللويا انا اعيدك يعني انتصال بيك اهلا بيك شكرا شكرا الحقيقة انه لا يمكن الا انه يكون يسوع المسيح اللي هو قال عن نفسه انه هو الطريق والحق والحياة مش ممكن يكون حد غيره اللي يقدر يعمل هذا التغيير والحقيقة انه المسيح هو الباب لا احد يأتي الى الآب الا بي المسيح قال كده لا احد يأتي الى الآب الا بي المسيح هو الله الظاهر في الجسد الذي أتى ليقترب مننا ويفتح لنا باب الوقوف أمامه أو أمام الله من خلاله لما بقول أن المسيح أتى ليقترب مننا مرة تانية بتيجي بزهن سورة الله وآدم الله في الخليقة الأولى تلامس مع آدم احتضن آدم أعطاه النفس أعطاه الحياة المسيح يعطينا الحياة بصورة مرة تانية ليعدنا إلى حضن الآب علشان كده هو الطريق للوقوف أمام الله الآب الحق اللي يعطينا الحياة حياة أبدية معاه بكل جوانبها حياة أفضل زي ما كنا لسه بنقول شايفين إخواتي المؤمنين وهم بيتكلموا عن الحياة اللي فاتت ويقولوا أن فأفريال بتقول مسيحية لكن خايفة من الموت مرعوبة من الله ما كانتش تعرف الله لكن لما عرفت المسيح لما قبلت المسيح لم يصبح الموت عقبة في حياتها وأنا كمان نفس الشيء عمر بيتكلم عن الخوف والقيود اللي كانت في المجتمع والنهاردة الحرية والجراءة والشجاعة والفرح اللي بيعطيه الله لأبناءه من العابرين مجد للرب لأنه جاء ليكون لنا حياة وليكون لنا أفضل عايز ألخص لكم بعض المقتطفات والأفكار من كتاب أديم أوي أريته اسمه الطريق إلى الله الكاتب هو دوايت أل مودي هقول لكم مقتطفات من حاجات ألها فيه مودي بيبتدي الكتاب بيقول كده ماذا يحدث لو عرفت أن الله يحبك هفكركم تاني بمشهد خلق آدم ألم يقترب الله من آدم بمحبة غير عادية ليعطيه لمحة منه ليجعله يقول على شبهي شبهي ومثالي محبة غير عادية إن الله يتلامس معنا على خلاف ما كنا نعرفه عن الله المبتعد عننا اللي قاعد على العرش واللي مش عايز يقترب مننا اللي يرانا نجاسة وهكذا افتقلوا المشهد ده عشان تعرفوا محبة الله الخط الأساسي في معرفة الله إنك تعرف إنه محبة خالصة هو بيقول عن نفسه زي ما كان عمر لسه بيقول الله محبة عايزين تعرفوا الله لازم تعرفوا إن الله محبة خالصة ولكنه أيضا قدوس محبة محبة الله بقى هنا تقف أمام ما يعقنا عنه لإنها محبة تتخطى كل ما تعرفه أو تتصوره ومودي بيقول كده محبة الله اللي أنا بتكلم عنها تتخطى كل تصورات الإنسان لإنك لو عرفت عمق محبة الله لما بعيدت عنه لحظة واحدة ده اللي بيقوله فأنا عايز أقولك ليه لإن إحنا كبشر بننظر لأنفسنا يا إما إنك شايف نفسك شاطر قوي مفيش حد حسن منك وكده وعايش حالة الكبرياء والرأس الكبيرة وانتاش محتاج لحد فأنت مش محتاج الله يا إما إنه وحتى في هذه الحالة الله بيحبك برضو ويرى إنه هذا الكبرياء حيدورك ويكسارك لكن الله يفضل برضو يحاول يوصلك لكن في ناس معظمنا بيبقى فاكر نفسه لا يستحق محبة الله لا يستحق خداسة الله لا يستحق قرب الله منه ودي معظمنا رب في اللحظة دي وإنت بتفكر كده بتحس إن الله ده بعيد عنك ده عدوك ده غير ما أنت كنت يعني غير ما تتوقعش إنه هو يقترب منك لأنك أنت لا تستحقه تهرب منه لأنك لا تستحقه مودي بيحكي قصة عن واحد دخل الكنيسة بتاعتهم كده وشاف لا كان على باب الكنيسة حاطين يمكن يفضل مكتوب عليها الله محبة فالراجل قال له يعني إيه الله محبة الله ممكن يحبني أنا إنسان شرير أنا عملت خطايا لا تغتفر يعني أنا مش عارفة أغفرها لنفس أنا إنسان بيقول كده أنا إنسان قادر جدا لو بصيت لنفسك وبصيتي لنفسك أحيانا نحن نرى أنفسنا بهذه الطريقة أنا إنسانة مليئة بالقذرات بالأفكار بالخطايا بالنوايا بالأفعال بالمرأة بكل شيء كلنا فينا ده لكن هذا الرجل دعوه قالوله طب ادخل يعني طب قعد معنا مفيش مشكلة اسمع الوعزة فمو دي كان فاكر إن الوعزة هتغير رأي الإنسان ده لكن الراجل ده هذا الرجل وآية الله محبة هو رجل خالص بآية واحدة الراجل ده بيقول أنا مسمعتش ولا أي حاجة من الوعزة لكن في ظلت حاطت عناي على كلمة الله محبة الموجودة فوق رأس الراجل اللي بيتكلم ده فلم يرى ولم يسمع إلا صوت الله هو بيقوله يا ابني أنا بحبك تعالى أنا أنضفك زي ما بيقول في الكتاب هلوم منت حاجك يقول للرب إن كانت خطاياكم كالقرمست بيانتك الثالج تعالى أنا أنضفك لأن محبتي لا تقبح ولا تذكر السوق ولا محبتي تغطيك محبتي محبة الله تعطي حياة فالطريق إلى الله يجب أن يعينك فيه معرفتك بشخص الله الله أولا قبل كل شيء محبة محبة الله غافرة ترى بعين الأب ورحمة الأم أفكرك تاني بموقف الله من آدم وحوة هو تعامل معهم كأب حمل رعى رتب غفر ورتب أيضا الخلاص بعد خطيته أما ابنك بيخطئ أو بنتك بتخطئ بتعملي إيه بتقول أنا هكرهك أنا مش عايزك أنا هقطعك فيه ناس بتعمل كده لكن ليس فيهم خواص محبة الأب أو خصائص محبة الأب الحقيقي الأب الحقيقي لا يمكن يرمي ابنه برة لكن الأب الحقيقي يحتضن الأبن ويغفر مش عايزك مش عايزة تروح من عينك إنه خطياءك اللي انت شايفها في منتهى القبح دي الله يمسحها يغفرها يمحوها ويطهرك وينقيك فتصبح ابن أو ابنة مرة أخرى مودي قال كلمة عايزة أقولها قبل ما أخذ المكالمة الجاية قال إيه وريني شخص ليس في حياته من يحبه أريك أكثر الناس تعاسى ماذا عن محبة الله إن كنت يمكنك إنك تتأكد من عمق محبة الله ليك فهل ده يغطي قلت محبة الناس ليك ده سؤال مهم خليني أخذ المكالمة اللي معانا الأخت كريستين أهلا بيك يا عزيزتي تفضلي أهلا أخت كريستين أهلا حبيبتي زيك تفضلي الحمد لله نشكر يسوع أنا بس كنت أول ثاتي على البرنامج كنت عم بتقولي إنه العلاقة كيف يزم تكون مع الرب وأنا اختبرتها لأنه صار معي كانسر ثلاث مرات وأنا مسيحية بس كنت روح من كنيسة لكنيسة كما قالت الأخت كريال حس عاكل بالفرق إذا ما صليت لهالقديس بركزال هالقديس وبركزال هالقديس عاكل في عندي فرق نعم بعد ذلك الوقت اللي مرضت اكتشفت إنه مين قادر يشفيني إلى الرب يسوع مين قادر هو يغفر لي خطاياي إلى الرب يسوع إذا أنا متت وين من بعد الموت أنا شو بدي يسير فيي هوني كنت عخيفاني من الموت وقررت إنه طوب عن كل خطاياي وتعمدت على اسم يسوع وطوله يا رب غسلني من كل الخطايا اللي أنا عملتها ويا رب أنا بطلب منك الشفين أنت خلقتني على الأرض لأنا أنت حتى افرح أنت سلام وأنت فرح وأنت محب يا رب إذا بدت تشفيني شفيني ما بدت تشفيني لتكن مشيئتك بحياتك على القليل إذا متت أنا عارفة إنه أنت خطرت لي خطاياي لأنه دمك يلي صفكت على الصليب فتخفر لي خطاياي هذا دم تميت وأنا بقدره هذا الشي يا ربي وعلنته إنه هو رب على حياتي وإله على حياتي وما بتصدق يا أخت أماني المعجزات اللي صارت بحياتي ثلاث مرات أمرض ثلاث مرات الرب يشفيني يطلعني الحكمة يتفاجأه كيف إنه أنا عم بلقى في المرض بأول ما رايح له وقواني وعملت كل علاجاتي وضل الفرح والسلام ووين ما روح يقول لي كيف بعدها هتبحكي عوجي كالهم لأنه يا صعب قلبي لأنه عندي علاقة حميمة مع يسوى بتحس الحياة بتصير أحلى فرح حللوي ما بتعطي لهم شي ما بتعطي لهم حتى كيف بدك تأكله وكيف بتحس بركات الرب بتصير تنزل عليكي طول ما أنت معه علاقة هيكي مباشرة وعلاقة حلوة بضلك ترنيله بضلك تصليله حتى الروح الأدو في وقتها يفوت على قلبي بتصيري إذا بتعمل شي غلط بتصيري تحسي أن ديها بس شي غلط بدي يزعل يسوى لا 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 ما لازم أعمله هاي دي العلاقة الحلوة هاي دي العلاقة أنا بشككة هالبرنامج أنا بشكرك على شهادتك شكرا لاستجابتك أنك تشاركي الناس وتشجعيهم بالشهادة النهاردة لأنه شهادتك بتقول أنه محبة الله تشفي تشفي من المرض الجسدي والمرض الروحي ولكن المرض الروحي هو الأهم وهو بعدنا عنه فأنا بشكرك على شهادتك والرب يستخدمك شكرا على متابعتك لبرنامجنا ربنا يباركك ويباركي شكرا على متابعتك طيب أنا الحقيقة يعني فضل 3-4 دقايق في البرنامج فأنا عايزة عايزة أقول لكم حاجة في النقطة التانية اللي كنت حابة تكلم فيها هي نقطة التغيير إحنا قلنا إنك تعرف إن الله محبة وإنه هذه المحبة يجب إنها تكون مغيرة وغافرة وهذه المحبة تقبلك كما أنت في دم المسيح النقطة التانية إنه المسيح عندما يأتي في حياة إنسان يغيره بالكامل تصبح إنسان جديد فنقديموس راح للمسيح في يوم من الأيام وقال له يعني أنا أعمل إيه علشان خاطر أدخل الملكوت فقال له أنت لازم تتولد ولادة جديدة فنقديموس قال له يعني إزاي يعني أتولد ولادة جديدة يعني أدخل رحم أمي وتولد تاني فقال له لا إنك تتولد من الله تتولد بالروح إنك إنك تغير كل فكرك وتصبح كطفل أمام الله تقول له رب أنا بترك الماضي بالكامل كل اللي فات وبنظر إليك إنت وإداله مثل كان حصل في وقت مكان شعب الله خارج في البرية وكان بيعصى الرب فكان في حيات بتلدعهم فالرب قال لموسى يعمل حية نحاسية ويرفعها على خشبة زي خشبة الصليب كده وإنه كل من ينظر إلى هذه الحية النحاسية يشفى فكان واجب هنا إيمان من الناس إنهم يطيعوا الله في النظر لهذه الحية النحاسية اللي هي خشبة عليه حية نحاس وهو ملدوع بسم حية حقيقية فحصل الإيمان بالإيمان الناس بصت للحية قبلة الشفاء وشوفه فهنا المسيح كان بيذكروا باللي حصل والمسيح بعد كده بيقوم بعمله على الصليب أنا عايز أقول لكم بمنتهى البساطة والسرعة إحنا قلنا إنه ليس هناك طريق يوسلك إلى الله إلا عن طريق يسوع المسيح يسوع المسيح الله بنفسه اللي أتى على للأرض هنا عشان يقترب منك ومني وعشان يصلب ويموت ويقوم من أجلك ومن أجلي على الصليب المسيح رفع زي الحية اللي ترفعت في البرية دي والناس يعني نظروا إليه وشافوه وعرفوا إنه هذا هو المسيح وعرفوا إنه قام من الأموات وقبلوه وحياته متغيرت بعد كده لكن الكتاب بيتكلم عن عمق محبة الله فبيقول لك كده إنه يعني أنت تعرف إزاي عمق محبة عمق وارتفاع محبة الله وفي حد مثل الموضوع ده بخشبة الصليب إنه المسيح على خشبة الصليب فارد دراعيه ويقدم نفسه علشان يكون هو من يرفع خطيانا أمام الآب فننظر ليه ونتغير وتغفر خطيانا ونبدأ حياة جديدة وطريق جديد معه ده مثل عمق محبة الله لإنه هكذا أحب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد ولإنه هكذا أحبنا المسيح مات المسيح من أجلنا لكي تكون لنا حياة أبدية معه لكن ده لا يعني أنه على طريق الحياة اللي أنت هتختاره تمشي مع الله أنك مش هتخطئ لكن لو أنت ماشي مع الله هترفع عينك على المسيح وترفع عينك على الصليب زي ما رفعوا عنيهم على الحياة ونالوا وفران خطاياهم ونالوا تغيير أيضا اللي عايش مع المسيح بيكون جواه تغيير حقيقي داخلي فيصبح زيه بقى ما بقاش بس فقط للنظر ولكن أيضا بقى للحياة فبقيت تكتسب قدسته غفرانه محبته تبقى ابنه زيه مثل للآخرين أنت شفيت بالحياة بالحياة مع المسيح وأشخاص كثيرين فيقود الكثيرين للمسيح فيقود الكثيرين لمصدر الشفاء لقديس ولا أنا ولا أنت ولكن المسيح هو المصدر أشكركم وسعدت جدا بكل مشاركتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر